العمدة حكيم منصور أليس المعروف بجاك أليس صادفا يقول انه لم يرتد عن المسيحية ليدخل الاسلام انما عاد الى جدوره فاسلافه الذين جلبوا من افريقيا والسعبد في الولايات المتحدة كانوا مسلمين قبل يغير السيد الابيض دينهم وقد دخل العمدة الاسلام خلال رحلة رحية الى السنغال في بيسمبر الماضي لقد وضبت على دراسة القرآن لسنوات عدة وقمت بقراءته ومقارنته بالانجيل والقرآن يتحدث كثيرا عن المسيح وعن الديانات الاخرى لذا دخول الاسلام لا يمثل رفضا للديانات الاخرى لكني احسست ان الاسلام هو دين قرار العمدة يحمل دلالات سياسية حتى وان حاول حصره في حرية المافقد فالاسلام والمسلمون في امريكا يواجهون التشكيك والنظرة السلبية بحسب استطاعات الرأي الاندة حكيم منصور طلق رسائل مسيئة لا فيما من ابناء مدينته وهو يصف من ينتقده بالنفاق لان امريكا هي بلد الحريات الدينية كما يقول لكن اعتنقه الاسلام شكل بدوره مفاجأة للاخلية المسلمة في جورجيا احدى الولايات الجنوبية الواقعة ضمن ما يعرف بحزام الانجيل معقل الاصولية المسيحية في امريكا كنت في المركز الاسلامي ليلقاء خطة الجمعة فقدمني احد الاخوة للعمدة فتعجبت من وجوده في المركز وضمنت انه جاء ليلقي التحية لكن العمدة بدرني بالقول اتيت لاداء صلاة الجمعة العمدة حكيم منصور ليس المسلم الوحيد الذي يشغل منصبا رسميا فقد شهدت الولايات المتحدة قبل اشهر في خاب اول نائب مسلم في الكونغرس النائب كيف اليسون انتخب عن الحفظ الديمقراطي في ولاية ميشيغين واقصم فاحتفال غير رسمي على نسخة من القرآن الكريم تعود لاحد الرؤساء المؤسسين حقيقة ان مع دخول اول عضو الكونغرس مسلم وكذلك اشهار شخصية مهمة لاسلامها في الولايات المتحدة هذا يعتبر بمثابة تشجيع لعدد اكبر من المسلمين للخوض في المعترك السياسي والتعبير وابهار عويةهم الاسلامية برغم الظروف الصعبة الشكلية التي تحيط بالمسلمين الامريكان يظل الامتحان الاصعب امام العمدة حكيم منصور هو اتخاذ قرار بخور انتخابات الكونغرس المقبلة عن ولاية جورجيا قرار لم يتخذه بعد لانه يدرك ان الحسابات السياسية لاعتناق الاسلام خلال توليه منصبا عاما تختلف عن حسابات الترشح لهذا المنصب وهو مسلم سادي منصور الهزيرة واشنطن